مرحبا جميعا عشرة منازل مخفية بشكل مثل لن تصدق أين تقع عشرا نبدأ قائمتنا بالتوجه إلى النرويج بعيدا عن صخب وتلاوث وادخنة المدن يقع هذا المنزل الصغير التقليدي الموجود بين الجبال في جزيرة ستورك بالنرويج يبعد ساعة سيرا على الأقدام من أقرب طريق سريع ذلك المنزل محاط بمناظر طبيعية خلابة للغاية وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على وصلات مياه أو كهرباء إلا أنه بالفعل يستحق الزيارة فالهدف من هذا المنزل هو الانعزال عن العالم وقضاء وقت جيد بسلام وبإمكانك ممارسة السباحة والصيد بالأنهار والبحيرات المحيطة به ذلك المنزل مخصص لمن يريد أن يكون مخفيا عن أنظار الجميع فالمهندس المعماري الذي قام بتصميم هذا المنزل قام بتغطيتها بشكل كامل بالمرقام يقع هذا المنزل بوادي كواتشلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية من الصعب أن يلاحظ أحد وجود هذا المنزل إلا إذا توقف بسيارته لدقيقة ليتأمل في هذا المنظر الخلاب حينها قد يلاحظه فتلك الألواح المصنوعة من المرآة لا تغطيه فقط من الخارج بل مغطى بالمرآة بشكل كامل من الداخل أيضا فيعكس المناظر الطبيعية من الخارج ومن الداخل بكل صدق أعتقد أن هذا المنزل هو منزل الأحلام الذي تتمنى أن تعيش فيه يوما فحقا هذا المنزل عبارة عن تحفة فنية ثامنا يقع هذا المنزل بدولة بولندا يعتبر من أضيق المنازل الموجودة بالعالم فيبلغ عرضه حوالي 91 سنتيمترا فقط بكوان من طابقين ويحتوي على مطبخ صغير للغاية وحمام وصالون وغرفة نوم والتي تحتوي على مساحة كافية ليوضع بها مكتب بني هذا المنزل عام 2012 بواسطة المهندس المعماري جاك كور فهذا عبارة أيضا عن عمارة فنية حديثة مالك هذا المنزل هو الكاتب إيدغر كيبريد وهو صاحب قرار من يدخل ومن يزور منزله سابعا بعد أن تحدثنا الآن عن أضيق منزل بالعالم سنتحدث الآن عن مدينة كاملة بخفية وليس منزل أعلم أن هذا الفيديو يتحدث عن المنازل لكن سنتحدث الآن عن شعب كامل يعيش تحت الأرض أو بمعنى آخر بمنازل بخفية تحت الأرض تلك المدينة هي مدينة كوبربيدي الأسترالية والتي تعتبر موطنا لأكبر عدد من المناجم الأوبال وهو أحد أنواع الأحجار الكريمة يرجع أصل تلك المدينة عندما عاد جنوب الحرب العالمية الأولى بدأوا بالعمل على استخراج حجر الأوبال لكن بسبب درجة الحرارة التي كانت تصل أحيانا إلى الثماني والاربعين درجة مئوية وبسبب الجفاف والعواصف الرملية بدأ هؤلاء الجنود بتحويل مناجم الأوبال إلى منازل خفية للهرب من التقس الحار توسع هذا المكان وأصبح اليوم به العديد من المنازل الحانات والمكتبات وذور العبادة بل وحتى أيضا فندق لو رغبت يوما في سيارته سادسا نواصل مع تلك الحرارة الرهيبة نحن الآن بصحراء يوتا أعلم أن الصحراء ليست المكان المناسب لبناء منازل لكن قد يكون هناك مميزة في ذلك فإذا انتقلت إلى هناك ستجد أماكن منعشة داخل أحد تلك التكوينات الصخرية بالصحراء فإذا كنت ممن يكره الضوضاء والزيارات المزعجة فذلك هو المكان المناسب ما تراه الآن هو ملتجع كليف هارفن عبارة عن منزل مكون من ثلاث غرف يقع في منطقة مونتيزو مكانيون تم بناؤه بواسطة فين وباربر هوتن بالإضافة إلى ذلك المنزل يحتوي أيضا على انترنت سريع ويتوفر به الكعرباء والمياه خامسا إذا أردت أن يكون لك منزل مخفي على الأنظار فهذا الملجأ هو الحل الأنسب لك والذي قد يفيدك في هجوم الزومب أو حرب نووية تم بناء هذا الملجأ بتكلفة مليار دولار وقد تم إنشاؤه ليكون ملجأ لملايين الأشخاص من حول العالم وقد لقب بملجأ يوم القيامة الأكبر بالعالم يقع بألمانيا ومن المفترض أن لديه القدرة على التحمل عاما كاملا على إيواء ملايين دون أن يخرج منه بالإضافة إلى أنه مناسب لأن يكون مأولي العائلات الثرية فيكون بإمكانهم التمتع بكل وسائل الراحة التي يمكن تخيلها رابعا تعتبر أسطح المنازل الكبرى هو المكان المثالي للتخفي عن الأنظار فأسطح الأبنية تصبح مع مرور الوقت منسية من قبل سكانها وبلا خاص تلك المباني التي تحتوي على العديد من الشقق ولهذا ليس من الغريب أن وجدنا أحدا قرر أن يبني شقة صغيرة دون مساحة جيدة فوق أسطح منزل فأصبح هذا الأمر منتشرا بنيويورك وبعض المدن الصينية فيتواجد العديد من الشقق الصغيرة فوق أسطح تلك المباني بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص يقوموا بزراعة أيضا محاصيله الخاصة كما لو قرروا أن يعيشوا في عزلة كاملة ثالثا فيلا الفالس السويسرية تقنيا هذا ليس منزلا بالفعل لكنه مشابه لهذا المنزل النرويجي الذي تحدثت عنه ببداية الفيديو فهذا المكان هو أفضل مكان للإنعزال والابتعاة عن الحياة والروتين اليومي تم بناؤه بواسطة المهندس المعماري كريستن ميلر وفكرته هو دمج المنزل بالطبيعة لكي لا يزعجها والمدخل الوحيد للعبور لذلك المكان فقط من خلال كوخ خشبي به نفق يمر من خلال جانب الجبل ويؤدي بالنهاية إلى حيث يقع المنزل تماما وتتميز وجهة هذا المنزل بأنها منحنية قليلا مما يجعل منه أكثر تشويقا ويجعل أيضا من الصعب ملاحظته ثانيا أصبحنا على وشكل انتهاء من قائمتنا تم بناء هذا المنزل بواسطة أحد المهندسين البرازيليين ويسمى هذا المنزل باسم منزل النماتة أو منزل الأدغال تم بناءه فوق أحد التلال بالغابة بمدينة ساوباولو فيبدو كما لو كان منزل الأحلام بقلب الطبيعة يتمتع منزل نماتة باحتوائه على مساحات واسعة وقعة بالهواء الطلق وموطلة على مناظر طبيعية خلابة ولو شاهدت ذلك المنزل من أعلى فسيكون بإمكانك رؤية سطح المنزل وبجانب حمام سباحة وغرفة المعيشة مغطاة بسقف أخضر ليحافظ على برودة الجو بالداخل في أشهر الصيف الحارة أولا ننهي القائمة الآن بأحد الأماكن الخيالية الأخرى التي لم يرغب أبدا بالكشف عنه فقد تم بناء ذلك المنزل الغارب بجزيرة تينوس والتي تقع بمدينة كيكلاديس اليونانية تتميز تلك المدينة بالهندسة المعمارية الفريدة والقرى الرائعة وبالطبع المناظر الطبيعية الخلابة فهذا المنزل الذي قد بني هناك كانت فكرة تصميمه ليخلط الناس بينه وبين منظر البحر وذلك عن طريق تغطية المكان كله بحمام سباحة والذي يجعل من يراه يظن أن هذا المنزل جزء من البحر الممتد ناحية الوفق فيختلط الناس بينه وبين مياه البحر حسنا جميعا الآن وبعد أن انتهينا من الفيديو أتمنى أن تكون تلك المنازل قد ثارت دهشتكم بالفعل إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات اشتركوا في القناة